السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم والنهاردة هنكمل كده برضو مع بعض وهنعمل الريفيو لكتاب المعاصر لمادة الاي سي تي سنة خمسة او جريد فايف يعني سنة خمسة للمدارس الرسمية والخاصة لغات وصلنا او عملنا قبل كده ريفيو لكتاب سنة ربعة طبعا صح؟ ايوة في منكم كتير هيشوفوا طبعا او شايف هنعمل الريفيو دوت لسنة خمسة ليه؟ لان احنا اوليها الامور اللي شافت سنة ربعة قالت عايزين نشوف كتاب سنة خمسة اه كمان شكله عامل ازاي من جوة وجودته عاملة ازاي والمادة العلمية بتاعته طبعا انا انصح الجميع بكتاب المعاصر خصوصا او يعني خصوصا الناس اللي في سنة خمسة لغات لغات بزي تمام؟ اول حاجة موجودة مع الكتاب هي ملحق الاجابات اي اختبار واي سؤال موجود في الكتاب نفسه هتلاقي موجودة الاجابة بتاعته في ملحق الاجابات فانت كواليه امر زاكر لابنك وتدير له الامتحانات اللي موجودة ولا اسئلة اللي في الكتاب وخليه حلها وبعدين راجع الاجابة من ملحق الاجابات دي اول حاجة الحاجة التانية الغلاف بتاع الكتاب جميل جدا مضلع وحاجات كده بارزة كلية يعني الرسمة دي كده بارزة النظارة والشعر الكيرلي الجميل دوت بارز اي سي تي بارزة فايف بارزة جميل نفتح الكتاب بتاعنا كده ونروح للجزء اللي موجود معانا فيه اول ما تفتح الكتاب هتلاقي كده مقدمة جميلة وهتقدر تكتب بيانتك هنا وبسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملها صدق الله العظيم بعد كده تبدأ تلاقي هنا بيقولك التطبيقات الالكترونية التفاعلية للدروس اوصل لها منين عشان اتعلم واتفاعل واتقن المادة من خلال سكان QR كود اللي موجود هنا اعمل مسح كده بالموبايل للQR كود اللي موجود هنا جميل جميل طب فيه ناس هتقولك طب هو هيقرأ معايا اه هيقرأ معاك بسهولة جدا لان الرسمة واضحة جدا 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 عندك كمان QR كود تاني تعمله سكان لو انت عايز تستمع الى قموص المعاصر الناطق عشان تعرف تنتق الكلمات بشكل صحيح خش على قموص المعاصر دوت عشان تشوف المفردات اللغوية بعد كده عندي دليل الكتاب في الست اجزاء اللي احنا متعودين عليهم في كتاب المعاصر بعد كده عندي مواصفات الورقة الامتحانية والخمسة وتلاتين درجة مهام ادائية وكل توزيع الدرجات الخمستاشر الدرجة لشهر الاول وخمستاشر للشهر التاني وتلاتين في الترم وخمس درجات مواصبة يعني نهاية المادة من مية درجة داخل المجموعة واتلاقي بقى تفاصيل كتير في الورقة دي فاقراها كويس خصوصا انت كوالية امر بعد كده هتلاقي هنا المحتوى بتاع الكتاب احنا عندنا 2 sim sim 1 sim 2 وعندي 8 دروس في كل محور من المحاور دي جميل بعد كده هعمل لك خريطة للمنهج كده بتاعك هتطالك على 2 table في الموجودين هنا دول جميل جميل بعد كده هتروح على sim 1 تبدأ بقى تروح ايه sim 1 وحتطلك الرسومات الجميلة ديت وهنا بيوضح لك ان فيه VR او نظرات VR وشغل VR اللي احنا تعودنا عليه سنة 5 طبعا فيها فريد هيبرد فريد هيبرد موجود في اول لسن اللي هو اكسبلورال ان اكشن طبعا زي ما انت شايف الصورة بتاعته كده وهتلاقي طبعا زي ما احنا متعودين على روعة كتاب المعاصر انه هو في نهاية الصفحة تحت بيحط لك الكلمة ومعناها في الصفحة دي والكلمة ومعناها في الصفحة دي وكل فقرة او جملة كده لها شرح بالعربي كمان مش بس انجلش طبعا الرسومات موضحة جدا الرسومات والتصميمات كلها والصور ديت هتجذب ابنك ان هو يحب المادة يحب يذاكر من كتاب المعاصر نفسه عشان خاطر الرسومات والصور والمادة العلمية اللي معروضة باسلوب شيق جدا جدا طبعا هتلاقي بوب كويز اسئلة كده في وسط الدرس يعني بص هو ما استنكش لحد ما تخلص الدرس عشان يديك الاسئلة لا ده كمان اديك اسئلة في وسط الدرس تحلها اسمها بوب كويز جميل لو وصلت لنهاية الدرس هتلاقي ستوب هير وهتلاقي نقاط همة وعبارات استرشادية تقدر ان انت تلخص من خلالها الدرس عشان تتقن الدرس او تتعلمه بشكل تاني عندي جنرال اكسرسايز طبعا هتلاقي في اسئلة من تدريبات على امتحانات سابقة ومن تدريبات من كتاب المعاصر نفسه هم اللي حطينا اسئلة كتير هتلاقي موجودة دايما في كتاب المعاصر وعلى فكرة الاسئلة الامتحانات كلها مش بتبعد عن الاسئلة اللي جوه كتاب المعاصر زي ما احنا شايفين نفس الفكرة وحتطلك مثلا هنا انا عندي وحدات القياس فهو حططلك البيت والبايت والكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت كل ده حططلك في تيبل عشان يعرضه لك بشكل يعني ايه يجذبه او يجذب الطالب ان هو يذاكر من الكتاب تمام تمام تقدر ان انت من خلال الجزء التاني تقيم نفسك جوه كراسة المعاصر التفاعلية اللي هي انتراكتف نوتبوك اللي موجودة في نهاية الكتاب اللي هنشوفها مع وقت كمان شوية تمام حتيجي بعد كل درس دايما هتلاقي فيه اسئلة زي ما احنا شفنا وكمان هتلاقي بعد كل درسين حاجة اسمها او مراجعة كده عامة على الدرس الاول والتاني او اي ان كانت درسين اللي انت هتبقى وقف فيهم فهتطلق حاجة كده اه مراجعة بسيطة لليسون وان ومراجعة تاني ليسون تو ويجايب لك كمان اه اه اختبار او تيست على ليسون وان وليسون تو مع بعض يعني غير الاسئلة اللي موجودة ورا كل درس لأ بعد كل درسين هتلاقي فيه مراجعة وهتلاقي فيه كمان اسئلة واحنا ماشيين كده في كتاب المعاصر هتلاقي نفسك اه الاسئلة كتير جدا جدا يعني بص هنا وقف قال لك عندك لسون وان و تو سري فور عليهم اختبار حطوه لك هون تمام وطبعا هو بيحاول يحط لك او يعني بيحط لك الاختبار نفس شكل الاختبار اللي بيجيلك في المدرسة وانت قاعد اللي هما الخمستاشر درجة يعني تمام بص الريفيجن ده بص هتطلق على لسون فايف وليسون سيكس بص زي ما انت شايف كده شكله يعني ايه يعني انت لو ما ذكرتش الدرس ولا جاءت للصفحة دي بس هتعرف ان انت تجاوب في الامتحان تمام تمام بعد كده بعد نهاية او المحور الاول هتلاقي يعني حططلق كمان امتحانات بعد المحور الاول ما خلص وامتحانات بعد المحور التاني ما خلص وامتحان بعد كل درسين وامتحان او اسئلة بعد كل درس يعني هو مش سايبك ده كمان حططلق ايه بقى لما تخلص المحور التاني كده مع بعض تعالى كده نشوف هنلاقي ايه لو رحنا لهنا هنلاقي ايه هنلاقي ان هو كمان حاطت لي اه اه اكتوبر تيست ونوفمبر تيست يعني هو كمان ما سبكش كل الانتحانات والاسئلة دي هو ما سبكش وحطي لك برضو اختبار نهائي بقى كده بعد منهج اكتوبر وبعد منهج نوفمبر تقدر ان انت تحلهم طيب هو سكت على كده لا دي حطي لك كمان سيمون لنهج لك mos 5 ورقات كده ايه مراجعةποιلملك المحور الاول كله فيه والمحور الثاني بعد يه collision على طول 3안�次 4 ورقات كده خمس ورقات جمع لك فيها ايه جمع لك فيها مراجعة عامة على المحور الكامل وبعد كده حاطلك ايه حاطلك اه 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 اربع اه ام تست او اختبارات على المحور الثاني كله زي ما انت شايف شو حول تاني بقى على كل المنهج على الترمي الاول كامل بعد كده هتلاقي برضو هتطلق عشرين اختبار جايبهم من المحافظات في السنة اللي فاتت اهو لو وصلنا لنهاية هتلاقيهم عشرين اخر حاجة كانت محافظة اسوان جمعناك اختبارات المحافظات في السنين اللي فاتت وحطها لك هنا في نهاية الكتاب عشان انت تطلع بالكتاب ده داخل الامتحان وانت متطمن جدا 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 وما فيش قلق من اي حاجة وانت معاك كتاب المعاصر بكل الشرح الجميل اللي موجود جواه وكمان كل الايه مش بس الشرح كل الاسئلة كمية الاسئلة اللي موجودة عندك وكمان على فكرة المعاصر عندهم بيج يسمها زاكر من المعاصر بنزلوا عليها فيديوهات شرح في كل المواد مش بس symbi يعني هو مش بس بيديك الكتاب لا ده كمان هو بيديك فيديو يشرح لك فيه الدرس في كل المواد على زاكر من المعاصر او زاكر من المعاصر او اليوتيوب تشانل برضو ذاكر من المعاصر. ملنا لكم التوفيق واستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل لكم ريفيو على ايه? ايه طبعا عشان انا عارف ان في اوليق امور اه طلبة في سنة ستة دلوقتي بيسألوا طب فين كتاب سنة ستة الفيديو اللي جاي على طول ان شاء الله هيكون في سنة ستة اي سي تي هوريكم الكتاب بتاعهم. باي باي.